السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم ايضا على القناة شاف سهيلا اليوم غد نحضر لكم صلاتة رائعة جدا وراقية كجي الاد واسهل معيكم للديوف ولا لماذا ندروها للديور لا علش لا مرة 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 كجي اغزالة بزاف لديدة وان شاء الله غدي تجربوها وغدي تنال اعجابكم نبدو بالمقادير وطريقة ديالتحضير ما تنسوش الاعجاب او تضغطوا على اللايك هكا باش نستمر نعطيكم كتير وكتير اول الحاجة عندي تقريبا احنا يوحد المئة كرام ديال هاد كوكي كوكي صغير يعني بحل دول مقارونية صغيرة من بعد غدي نضعوها في كسرونة مع الماء طبعي تحالي كوكم بارد مع شوية ديال الملحه ما كان فوتوش لهم دائما للوقت جي لهم ديال ثمانية ديالتقايق كيف ما اعطونا في في العلبة او كان قولوا الساشي و لهذا ثمانية ديالتقايق سيختوها هادي باش ما تجيكم مشمعجنا ثمانية ديالتقايق صافي وها من بعد مدى ثمانية ديالتقايق طيب تهم زيان صافي دبا غدي نصفيها وغدي نخليها دائما كد على ثمانية ديالتقايق فقط راح كلها وحدة فاد الامبالاج راح كلها كل حاجة وقدر كيف صافي من بعد غدي نجيب الاناناس وغدي نقسمها على جوج هاته لتسين و اصلا غدي نحتاجوا اللب او القلب ديال الاناناس اللي بطبيعة حال غدي نديرها هاكا سالات اللي غدي جزوينه بالزعب غدي نحاول انا نحلو بكل سهولة غدي ندير معايا طريقة جيد سهلة وغدي نخويها من جناب نفس الشيء غدي ندير الثانية صافي من بعد غدي نجيبهم وغدي نقطع طريفة صغار بهذا الشكل هذا سالات اللي بغيتو سالات تنجح معاكم تبعوا معايا الفيديو وغاتلاحظوا معايا سافي غدي نجيب واحد تبسل هاكا وغدي نفرشو بالخص وغدي نحطيت فيها الاخر سافي ومن بعد غدي ندير هنا تكلو مقارونية ودرت فيها شوية الفلفل حمرار الفلفل صفراء شوية ديال المايونيز طبيعة الحال منزي اللي ساوبتو الضار وايضا درت هنا شوية ديال مايز سالات الأولى سوف نخلطها مزيان سوف نحاول الخلط مزيان وغدي نديرها طبيعة الحال كالجيزوينة بالنسبة للمايونيز درت فيه جوش ديال البيطات نسكز ديال زيت جمع الكبار ديال الخل شوية الملحة شوية البزار سافي هذا الشيء اللي درت فيه اه وجوش قطع ديال الفرماج سافي خلطه ودرتو شوية خفيفة كما ما اشتقلته وصافي سافي من بعد هيا سلطة ديالنا وجدت لنا كنحاولو انا ننطقوها باش تشوفوا الملوحة ديالها هي عادي كنكتروش الملحة اللي يكون كي يكون المايوني شوية مالح لهذا ما كنكتروش سافي وقد نحاول انا نستفو في البلاتو هادي نحاول كما كنت لكم انا نستفو بعد شكل هذا ودائما كندير الجيهة المقابلة دياله يعني اي حاجة درناها هادي نديروها جيهة مقابلة معاه هادي نحاولوها اي حاجة دياله سافي من بعد هيا عندي روز مسلوق مع جلبانه مسلوق لائما كنديرو جلبانه بوحدته وروز بوحده بالنسبة لجلبانه كنسلقوها مع شوية ديال الملحة وروز عادي من بعد غاد نزيدله هنا شوية ديال الانالاس اللي كي اعتفال عنو حد الماضيق رائع ولكن عندكم حتى الزباب بقيرة غاد ندير هنا شوية ديال الطول وممكن تطيفو المايز كنديرو شوية ديال البزار وصافي ونخلطو بالكل من بعد هنا غاد ندير شوية ديال المايونيس سوف نضيفها جيدا نضيفها 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 سوف نجربها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها 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 سوف نضيفها سوف نضيفها وسوف نقضعه ثقته و نضيفها و نقضعه نضيفها نضيفها شئ القطعه و نضيفها من الاناس ثم تعالت حضورة الملاحة وصفى كيف حالتها تلقك الملح و البزار ملحة و البزار زيت زبدة و الملح و البزار و اضع حملة نضيف البطاطة و نضيف البطاطة و نضيف البطاطة و نضيف البطاطة نضيف البطاطة بسهلة و نستعمل نضيف البطاط نضيف البطاطة الاناناس و الروز في الوسط سوف نضيف المايونيز سوف نضيف السوريمي سوف نضيف نضيف المايونيز سوف نضيف المايونيز اضيف المايونيز هذا هو الفيديو و لا تبقى شرية دائما باللايك و اشترك في القناة و اشتركوا في القناة